مشاهدين دعونا نلقي نظرة الآن على الأسواق الخليجية كيف أداؤها بورسة دبي ارتفاع 14 نقطة مئوية 14 نقطة من الارتفاعات مستويات 3504 نقطة قد تجاوزنا مستويات 3500 نقطة كنا دون هذه المستويات لكن قد تجاوزناها في هذه اللحظات سوق أبو ظبي تراجعات طفيفة 4583 نقطة طبعا نحن قريبين من مستويات الـ 4600 نقطة هل سنستطيع تجاوز تلك المستويات أيضا مؤشر قطري على تراجع السوق الكويتي طبعا هناك ارتفاعات على السوق الكويتي عموما وعن مؤشر كويت 15 سولة نوعا ما بعد حققت الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية ارتفعت بأكثر من 50% بالقارنة بالأيام الماضية ارتفاعات اليوم نتحدث تقريبا إلى الآن بعشر مليون دينار كويتي نتحدث عن أنها رفعت صقف الدين للقرد بـ 25 مليون دينار تمتد مدة القرد إلى 30 عاما فبالتالي هناك ارتفاعات جيدة على المؤشر الكويتي أيضا من الأخبار التي نتابعها عن شركة اعمار حيث أعلنت شركة اعمار أن جمعيتها العمومية ستعقد اجتماعا بتاريخ 14 يناير 2018 لمناقشة مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توسيع أرباح استثنائية على المساهمين قدرها أربع مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم شركة اعمار للتطوير وأشاءت الشركة في بيان لها إلا أنه سيتم توزيع مبلغ 3 مليارات درهم في شهر يناير 2018 ويتبعها مبلغ مليار درهم وذلك عقب إقرارها من الجمعية العمومية للشركة في شهر إبريل 2018 وقال الشركة أن حقية التوزيعات النقدية البالغة 3 مليارات درهم والتي ستوزع في شهر يناير 2018 ستكون لمالكي الأسهم المسجلين من يوم الأربعاء الرابع والعشرين يناير 2018 وذلك في حال اكتبال النصاب في جلسة الرابع عشر من يناير 2018 من نسبة لسهم إعمار العقارية سهم على استقرار عند السبع درهم وستة وثلاثين الآن على بعض من التراجعات تتحدث عن 14 من المئة في المئة دعونا مشاهدينا الآن ننتقل إلى قيادية دبي كيف أداء هذه القيادية في السوق دبي عندنا لدينا دريك أنسكل تراجعات بأكثر من 2 في المئة هناك إعادة هيكلة لتلك الشركة الوطنية للتبريد بارتفاع بأكثر من 2 في المئة إعمار كما ذكرنا بعض التراجعات إعمار مولز بارتفاع بـ 19 نقطة المئوية أرابتك متراجعة بـ 17 نقطة المئوية عند الدرهمين و 64 فيلس ننتقل إلى قطاع المصارف لنرى كيف أداء الأسهم المالية في سوق دبي سوق دبي المالي مرتفع بـ 18 نقطة المئوية جيفي إتش على ارتفاعات بـ 16 نقطة المئوية ننتقل إلى القيادية في سوق أبوظبي دانا غاز على استقرار دار العقارية بـ 14 نقطة المئوية نتحدث عن درهمين و 27 فيلس اشراق العقارية بارتفاع بأكثر من 1.13 نقطة المئوية أو بضبي للطاقة على تراجعة بـ 1.17 نقطة المئوية